لأول مرة وحصرياً الدكتور ياسر درشابي نائب الرئيس الإقليمي والمدير الطبي لشركة فايزر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مساء الخير دكتور وشكراً على هذه المقابلة الحصرية مساء الخير شكراً على استضافتي وسعيد وتوجدي معك شكراً إليك دكتور بتسعة نوفمبر 2020 أعلنت شركة فايزر بايونتك بعد تجارب سريرية عن لقاح ضد كورونا بنسبة فعالية أكثر من 90% وقدم الطلب لترخيص استخدامه نهاية نوفمبر اليوم بعد أكثر من شهرين ونص من الاستخدام الطارئ في العالم ووفق البيانات الصحية على متلقي اللقاح ما هي نسبة فعالية هذا اللقاح دكتور وبعد قدي من جرعتين منحصل على الفعالية شكراً جزيلاً على السؤال الفعالية لم تتغير فهي مازالت عند 95% ما تغير هو زيادة إطمئننا بدرجة أمان وفعالية النقاح بعد استخدامه من قبل الملايين في مختلف البلدان كذلك أحب أن ننوه أننا نأخذ الأمان بغاية في الأهمية ونكمل مراقبة اللقاح وكيف تورد إلينا من أعراض جانبية ومطمئنين جداً للمعلومات التي حصلنا عليها لحد هذه المحصة إذا بعد الدراسات بعد فترة اكتشفنا أن هذا اللقاح ما بيغطي السلالة جنوب أفريقية وهذا اللقاح يمكن قد لا يغطي سلالات جديدة إذا الفيروس يتحور شو بيكون مصير هذا اللقاح لازم يصير في بوستر لازم يصير في تعديل تام لللقاح أو لازم يصير في جرعة تالتة ممكن نحط هذا الموضوع بسيئة إذا بتريد سؤال أيضاً في منتهى الأهمية إذا حالياً النسخة الموجودة من اللقاح فيزر.تك من الأفترض أنها لا تغطي لقاح ظهر في جنوب أفريقية أو أي بلد أخرى أو حقيقياً لا نعرف كيف سيتطور اللقاح جداً من الأشياء التي لا نعرفها فإذا لدينا لقاح حالي ما بيغطيش تقنية الـ MRNA وده مرة تانية السر في هذه التكنولوجيا الجديدة أو التقنية الجديدة هو اللي هيمكننا من تطوير اللقاح اللي موجود حالياً اللي يصبح عندنا نسخة أخرى من اللقاح تغطي هذه التحورات الجنية أوكي بس دكتور يلي تلقحوا بهذا اللقاح اللي ما بيغطي سلولات جديدة شو بيعملوا؟ أو بالمقلب الآخر لكن يلي ما تلق أحلى هلأ بفيه قول خليني أنطر خليني شوف كيف هذا الفيروس رح يتحول وباخد النسخة النهائية تبع هذا اللقاح زي ما قلتناك التطورات الجينية أو التطورات الجينية إنه أمر شائع بأي مرض فيروس فيروس الانفلوانزة أو الإنفلوانزة أو الإنفلوانزة أو الإنفلوانزة معرضة لنفس الشيء لذلك يبقى تطعيم موسمة أو كل سنة وهو سيناريو مطروح في حالة الكورونا وإن كان العالم والعلماء ما زلنا في حالة الاستكشاف والدراسة لا يمكن الإجابة على سؤالك لأننا في مرحلة الدراسة والاستكشار لكن سيناريو إنه يبقى فيه جرعات نوسمية سيناريو مطروح المهم دلوقتي إنه نحارب الوباء الحالي بتطعيم أكتر الناس بأقل وقت ويكون عندنا لقاح يدينا بعض الأوبيع الأوبيع التي نحتاجينها إنه نستطيع أن نطور للقاح بسرعة لتغطية أي سفرات تحدث في المستقبل وعايزين أوبشن كمان إنه يكون عندنا لقاح يدينا قابلية إنه يكون نقدر نعطي بوستر دوز أو جرعة منشطة أو معززة يعني مثل ما حاجة جيء من جيتس والدراسة المهارة المهارة إنه بتسمح بهزين أو التو أوبشن أو الميزيقين يعني من هون يمكن كلام بالجيتس وقت أقال ربما يكون بدنا جرعة تالثة لهذا اللقاح مع تحور هذا البعض دكتور قلتلي إحنا اليوم بمرحلة استكشاف هذا كلام يمكن يكون مش مطمن لكتير ناس كلمة مرحلة استكشاف بالمقلب الآخر كيف أنتوا اليوم بمرحلة استكشاف وممكن تأكدوا إنه هذا اللقاح ما في عنده تداعيات طويلة المدى خصوصا إنه هي تكنولوجيا جديدة مثل ما أنت عم بتقول ميسنجر RNA وشو الضمينات يلي ممكن إنه هاي التكنولوجيا لا تؤثر على الحمض النووي والخريطة الجينية عند الناس وبدي أضيف شغلي واحدة في أطباء بارزين يعني قالوا ويقولوا الحمض النووي DNA أو RNA ممكن نظريا أنه يوصلوا إلى الكروموزونات حتى لو الرن يبقى في سيتو بلاس ولا يدخل إلى النواة ولكن فيروسات أخرى كاللانتفايروس ممكن أنه تحمل أنزيمات تحول الرن إلى الـ DNA دكتور نصنات قال لها الكلام أسئلة كتيرة في شكل سؤال واحد فأعمل معروف تسمح لي أن أجاوب على جزء ده الإجابة على نقطة الأمان بس أحب قبل أن تتكلم عن الأمان أوضح أن المرحلة الاستكشافية هي مرحلة لا تنتهي في عمر تطوير أي دواء أو أي نوع فإحنا ممكن أن نقول أننا ما زلنا في مرحلة الاستكشاف لأمراض عرفناها وعالجناها منذ سنوات يعني تشمل أمراض الضكت وأمراض السكر وغيرها لأننا دائماً بنحاول نطور العلاجات واللقاح فده معنى أننا في مرحلة الاستكشافية الأمان على المدى الطويل وهنا أرجع أقول أن كل دواء وكل عقار وكل لقاح له صايد الفيكس أو له أعراض جديد معلمونا في المدرسة عندما درسونا الطب أن الدواء ليس له أعراض جانبية من المحتمل الذي لا يكون له فاعلية فلازم نكون بصدر هذه الحقيقة أي دواء له صايد الفيكس أو له أعراض جانبية ولكن تتم دراسة هذه الأعراض الجانبية بضبقة شديدة جداً في الدراسات الكلينيكية التي تقدم الهيئات التنظيمية للموافقة عليها خبل إجراءها وبعد إجراءها ولتقييم النجاح عندما يتم تقييم الأعراض الجانبية مش بنقول إن حصل كذا أو حصل مثلاً هذا العرض الجانبي فيجب إن الدواء ما يستمرش أو يستمر لا بنقول إن هل الفوائد بتاعة العقار أو اللقاح تفوق مخاطره إذا كانت الإجابة بنعم تجيز هذا اللقاح أو الدواء الهيئات التنظيمية والعلمية إذا كانت المخاطر تفوق الفوائد فلا نجال إن يبقى العقار يوافق عليه ولا إن هو يكون في متناول الناس للتلقيح به فده أول شيء يطمن الناس إن كل الأعراض الجانبية بيتم مراجعتها بدقة والموافقة وحتى الآن بالنسبة للقاح فايزر لم ترصد اللجنة المستقلة للمراقبة العراض الجانبية أي أعراض خطيرة لها علاقة باللقاح حتى الآن أما عن المدى الطويل البيانات السلامة على المدى الطويل أولاوية قسوة بالنسبة لفايزر كانت وما زالت وستستمرت الدراسة ستستمر لمدة عينيه وسنستمر في جمع البيانات تلانا إن النقاح قيد التالي فايزر متعهدة بالوفاء بهذا إن إحنا نراقب مع الحكومات المختلفة والهات الصحية السلامة على المدى الطويل وطبعا إحنا بنعلن الحاجات دي في حين وجود أي تغيير في السيحتي بروفايل بتاع الأعقاب إذن دكتور لكن دكتور ليش فايزر اليوم تتمسك بالاستخدام الطارق وما بتبيع هذا اللقاح للشركات الخاصة وفقط للدول إذا اليوم فايزر مطمئنة إنه ما في تداعيات طويلة المدى جراء هذا اللقاح سؤال ممتاز أولا أنا ما قلتش لفايزر مطمئنة إن فيه تداعيات أنا قلت إن إحنا دائما الحال مع أي مصلة أو لقاح صحيح إن اللقاح تم استخدابه من ملايين من البشر حتى الآن ولكن دي حاجة المدى الطويل في علم الغير نزال فيحنا بنرائب ونأخذ كل الإحتياطات لكن المؤشرات اللي عندنا وتقارير اللي وصلت لللجنة المستقلة لمراقبة العراض الجانبية كلها مطمئنة وبوضوع التدخل في الحمض النووي ده يعني أستطيع إن أنا أوصرح إنه غير صحيح على الإطلاق وهنا ممكن نتكلم عن الأراء المناهضة للتقايم ودورنا كميديا وكمتخصصين في توعيد وتعريف الناس إنه ما فيش حاجة اسمها الميسنجر RNA أو الحمض الرايبي يتدخل في تسلسل الحمض النووي وطبعا الكلام ده للأسف منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير صحيحة ويجب تأكز إجراءات حاسمة لتوعيد الناس وأتعرفكم بالحياة نرجع تاني الموضوع الأمان أنا فقدت السؤال إنك تسألت حاجات تانية أنا فقدت أنا سألتك فقط ليش فايز اليوم تتمسك بالاستخدام الطارق ولا تبيع هذا اللقاح إلى الشركات الخاصة وفقط للدول عبر تشريعات فايزر بتطلبها طيب إذا فايزر اليوم مطمئنة إلى هذا اللقاح ممكن تبيعه لكل الشركات الخاصة صحيح نعم نقطة مهمة جدا أولا فايزر مطمئنة منذ تموز 2020 نعم لأننا خذنا قرار جريب جدا بالتصنيع عن خطر يعني صنعنا قبل الحصول على موافقة الطوارئ أو الإستخدام الطوارئ لكن إحنا زي ما قلت لحضرتك إحنا بننتزم بالدليل العلمي مش بس في موضوع اللقاحات بس في أمئات الأدوية اللي عندنا في فايزر نحن لا نصرح ولا نتمنى أي موقف إذا كان عليه دليل علمي موصوب فيه ومتزم بدرجة مئة بالدليل فايزر لن تصرح ولا تأخذ أي موقف بناء على آراء أو اتجاهات أو حتى اتجاهات سياسية آراءنا ومواقفنا كلها تنبع من المصدر العلمي والدليلي ثاني حاجة النقطة المهمة لماذا ننذهب لن نبيعه في أي مكان فايزر حطت شروط للتعافض على نقاح فايزر فاين تيك من ضمنها أنها تكون مع الهيئات المعتمدة الصحية في كل البلاد ويمكن هذه فرصة كويسة لو تسمح لي أقول لك أننا في فايزر ممثلين للإدارة الطبية والإدارة التجارية أيضا في منتهى الفقر والإحساس بالسعادة لأن لبنان كانت من على أوائد الدول التي حصلت على اللقاح في الربع الأول من عشرين وواحد وعشرين وفي بعض الدول الأخرى لم يكن لها نفس الحص وأرجع هنا أن الفضل يرجع العاملين على الهيئات الصحية في لبنان وكمان فريق العمل في فايزر بقيادة الزمين رواد جوبرايد لكل من ساهم في إتمام هذه الاتفاقية وكل من ساعد في وضع لبنان على قريطة ربع الأول هو حريص في بادئ الأمر على صحة المواطنين اللبنانين وستحك منا كل شكر واحترام ترجمة نانسي قنقر